بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الإصلاح بين الناس عبادة جليلة يحبها الله تبارك وتعالى والمصلح هو ذاك الإنسان الذي يبذل وقته وجهده وبعضاً من ماله من أجل أن يوفق بين متخاصمين أن يوفق بين زوجين أو بين أخوين أو بين قريبين الإنسان المصلح الله عز وجل يحبه الإنسان الذي يسخر وقته وجهده وصحته للإصلاح بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم رتب له أجراً عظيماً وثواباً كبيراً ولذلك جزئية الإصلاح بين الناس لا بد أن تقع مكانة من القلب وذلك لأن الشيطان يسول للناس فقد يحدث هناك تشاجر أو يحصل هناك تخاصم بين الناس فهذا الإنسان المصلح الذي يقضي وقته للإصلاح بين الناس إنه إنسان بذل وقته وجهده للإصلاح فالله عز وجل يكافئه على ذلك قال ربنا تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً الإصلاح بين الناس عبادة كما يحبها الله يحبها رسولنا صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس عبادة كما يحبها الله يحبها رسولنا صلى الله عليه وسلم ويريد رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا المصلح أن يوفق بين الناس فكم من بيوت كادت أن تخرب بسبب خلاف بين زوجين فإذا بالمولى تبارك وتعالى يقيض هذا المصلح بكلمة طيبة أو بنصيحة صادقة أو بأي شيء يفعله ابتغاء مرضات الله فتعود الحياة إلى هذا المنزل مرة ثانية وكم من علائق قطعت بين أخويني أو بين صديقيني أو بين قريبيني فإذا بالمولى تبارك وتعالى يقيض هذا المصلح الذي بذل وقته وجهده فيدعو بدعوة صادقة أو بكلمة طيبة فالله عز وجل بسبب هذه الكلمة أو بسبب هذه الدعوة يوطد الله عز وجل العلائق بين الناس قال الله عز وجل في صدر سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقبلها يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الإنسان الذي يضع هذه العبادة نصب عينيه وهي عبادة الإصلاح بين الناس وسميت عبادة لأن بعد ذلك نفعها متعدية ومنافعها متعدية فالمنفعة تكون لمن وقع بينهم الصلح أما الإنسان الذي يصلح ثوابه قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين تعني الحالقة لا أقصد تحلق الشعر وإنما تحلق الدين أي تهدم الدين وتهلق الدين أما هي الذي يفسد بين الناس أو وقوع الإفساد بين الناس فالإصلاح بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة والصيام والصدقة أي التطوع بعيدا عن الفريضة أي أفضل من صلاة الفريضة ومن صيام الفريضة ومن صدقة الفريضة لأنك تصلح بين اثنين قد حجب ارتفاع العمل عنهما قال صلى الله عليه وسلم تفتح الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو مشاح فيقول الله عز وجل أنظر هذين حتى يصطلحا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة